وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا نبدأ بسم الله الفصل الاول الدعامة والحركة الخاصية الاسموذية منكز معايا فيها علشان كل الالعاب السحرية في اسئلة هذا الجزء على الخاصة الاسموذية نجع معاك كلاً ورا خمس دقايق كنت قلتلك ان في حاجة اسمها محلول قلتلك المحلول هو مذاب ومذيب والمذيب في الكائنة الحية غالباً بيبقى ودائماً بيبقى الماء غالباً لأن في بعض المواد يزوف في الدهون في أجسام الحيوانات مذيب تركيز المحلول ما المقصود به؟ تركيز المذاب يبقى ماذا يقصد بتركيز المحلول؟ يقصد به تركيز المذاب طب يعني ايه برضو تركيز المذاب؟ لما يكون عندي أمبوبتين اختبار أو إناءين زي ما انت عايش تقول قول هم وحطيت في كل منهم كمية مية قد بعضها يعني حطيت في كل منهم مثلاً سيء مئة سنتمتر وكعب مية ووضعت في ده خمسة جرام سكر ودودتهم وحطيت في ده عشرة جرام سكر ودودتهم إذن تركيز المحلول هنا خمسة في المية تركيز المذابة خمسة في المية إنما إحنا تركيزها كامل؟ عشرة في المية يبقى في رقم واحد، تركيز المحلول خمسة في المية في رقم اتنين تركيز المحلول عشرة في المية طيب لو عملت واحد ثالث كمان وقلت لك أنا دولت في دولة خمستاشر جرام مية يبقى تركيز المحلول خمستاشر في المية تركيز المحلول اللي هو تركيز المادة المذابة ما تنساش الكلام ده طيب يا أستاذ بمعن التركيز هنا عشرة في المية وهنا خمسة في المية مجازا كده هقولك إنه تركيز المية هنا لأن كلمة تركيز المية مش صحيحة علميا ولكن مجازا كده هنقولها هنا خمسة في المية أملاح يبقى أكيد خمسة وتسعين في المية مية هنا عشرة في المية أملاح أو ذائبات يبقى تسعين في المية مية خمسة عشر خمسة وتمانين في المية مية أكمل المية معنى الكلام ده إيه إنه كلما زاد تركيز المذاب قل تركيز المذاب تاني كلما قل تركيز المزاب زاد تركيز المزيب انا قلتها بالعكس اي اذا العلاقة بين المزيب والمزيب علاقة عكسية لغاية كده اتفقنا ايه علاقة ده من خاصية للسموزيج اقول لك والله استاذ انا هعمل تجربة كده قدامك اننا هجد مثلا اناء اين ادي اناء وده اناء تاني وحطت ما بينهم هنا غشاء شبه منفذ ده ما بينهم هنا كاي ايوه غشاء شبه منفذ ووضعت في ده محلول وفي ده محلول نفس الحجم تقريب المحلول ده تركيزه وليكن 3% ما معنى ان تركيز المحلول الف 3% معنى ان فيه 3% مزاب سواء سكر او ملح و97% مزيب مياه زي الشربة لما يبقى الملح فيها كتير تبقى حدقى يبقى المياه قليلة طب عشان تخففها ايوه احطه مياه ازود المزيب عشان يقل تركيز المزاب رغم ان الكمية واحدة هنا التركيز هنا مسلا وليكن عشرة في المية معنى كده انه عشرة في المية مزاب وتسعين في المية مزيب اللي هو الماء الحالتي من المفترض ان الماء ينتقل من احد الجانبين للاخر طب ركز معايا كده الجانب الف والجانب ده المياه هتنتقل من مين لمين فكر معايا ايوه هتنتقل من اللي فيه مانيا كتير اللي فيه مياه طب اللي فيه مياه كتير اللي هو مين سعب وتسعين هتنتقل عبر هذا الغشاء اللي شبه المنفذ الى اللي تركيزه عشرة الى ان يتساوي التركيزين هنا وهنا يعني الغاية ما يبقى ده ستة ونص المية وده ستة ونص طب انا جيت ستة ونص دي من اين من جماعة التركيزين مع بعض واسمت على اثنين الى ان يتساوي خلاص طالما تساوي التركيزين هنا وهنا مش هتنتقل المية لا من هنا الهنا ولا من هنا الهنا يا جماعة ركز معايا كده دي الفكرة الخصير السموزية انتقال الماء من وسط اقل تركيزا في المادة المزابة يعني على تركيز في الماء الى وسط اقل تركيزا للمادة المزابة يعني اقل تركيز للمزي من الماء اللي تركيزها اكتر للماء اللي تركيزها اقال طب ما على ماء تركيزها اكتر يعني زعبات تركيزها ايه هنا تركيزها زعبات تركيزها اكثر تاني الخاصية الاسموزية هي انتقال المال عبر الارشاش بالمفزة وده شرط الاساسي من وسط ذو تركيز اقل الى وسط ذو تركيز اعلى من محلول ذو تركيز زعبات اقل لمحلول ذو تركيز زعبات اعلى معنى ان تركيز محلول زعبات اقل ان الميا اكتر المية هنا اقل الخلية الحية النباتية اللي قلنا عليها اتفقنا ان فيها فجوة عصري اهي فيها محلول اذا كان تركيز المحلول في الفجوة وليكن عشرة في المية سكريات دايبة يعني المية تسعية طب الوسط حواليها تركيز المحلول فيه واحد في المية يبقى تركيز الماء تسعة وتسعين في المية ينتقل الماء من الخارج الى الداخل فتنتفق الخلية وتكتسب دعامة السلوجية اعكس الموضوع خلي ده تلاتة في المية وداخل عشرة في المية اذا هنا المحلول هيبقى كام ده هيبقى في الحالة دي تسعين في المية وهنا هيبقى ها سبعة وتسعين اذا المية هتخرج من الخلية وتنكمش الخلية وتفقد الدعامة في ده بالنسبة للخاصية الاسموزية انتقال الماء او حركة الماء من من منطقة زى التركيز عالي للماء عبر الشاشة بالمنفذة الى منطقة زى تركيز منخفض للماء طب عالي للماء معناها ايه معناها منخفض لزائبات منخفض للماء معناها ايه عالي للزائبات دي فكرة الدعامة الفيسيولوجية اعتمادا على الخاصية الاسموزية ان شاء الله في اللايف هنشوف اسئلة على الجزء ده وهنعلمك ازاي تحل هذه الاسئلة خاصة اسئلة الرسومات البيانية هتفهم يعني ايه رسم بياني ايه العلاقات البيانية المختلفة ده بالنسبة للصورة الاولى من صور الدعامة الفيسيولوجية وهي اول صورة من صور الدعامة في النبات كلمنا عنها عرفنا دوامها عرفنا تأثيرها عرفنا كيفية حدثها وقل رب زدني علما اشتركوا في القناة كيفية ثم نائم؟ اشتركوا في القناة